طب خلينا اسألك بقى يعني ناس برضو اكيد تبقى عايز تعرف ايه هي خشونة مفصل الركبة اه خشونة مفصل الفخد يعني فهمني بقى الموضوع اي مفصل عبارة عن سطحين بيتحركوا على بعض ايه الناس متخيلة ان خشونة المفصل ده ان السائل اللي موجود داخل المفصل يبتدي يقل اه هو الموضوع ملوش دعوة بالسوائل الخاص الخشونة المفصل عبارة عن ان كل طرف من العضمتين اللي بيلتقوا مع بعض عشان ما يحصلش احتكاج بالعضم هو عليه كسوة من حاجة اسمها الغدروف اوكي الخشونة هي ان الغدروف ده يبتدي يتاكل يتاكل اه في اول مرحلة بيبقى ضعيف بس يحصله صوفنينج وبعد كده يبتدي سمكه يقل لحد ما بنوصل لمراحل متأخرة ان الغدروف ده في مناطق معينة ما بيبقاش موجود فيحصل تلامس بين العضم ودي بنسميها المرحلة الاخيرة او المرحلة الرابعة من الايه من الخشونة خشونة المفاصل علاجها في المرحلة الاولى والتانية والتالتة علاج تحفظي يعني ادوية وعلاج طبيعي لكن لو مريد عنده خشونة من المرحلة الرابعة وزي ما كنا بنتكلم الالم بتاعها مؤثر على الحياة اليومية جولة الحياة بتاعه اللايفستايل بتاعه دول اللي بنحتاج ان احنا نعمل لهم تدخلات جراحية ده في الفرد وفي الرجبة مش كده الفرد وفي الرجبة ساعات بنلجأ لبعض التدخلات الجراحية لعلاج الخشونة في المراحل المبكرة بخلاف استبدال المفصل زي عمليات العظمي وساعات بنعمل مناظير جراحية عشان نعالج حاجات معينة في الخشونة لكن بصفة عامة علاج الخشونة في المراحل الاولى والتانية والتالتة هو علاج تحفظي لكن في المرحلة رابع علاج اكتر ايه جراحي عايز اقول نقطة العلاج التحفظي احنا بنزاي بنعالج الخشونة ايه انا دايما بقول للمريد العلاج تلت اقسام اقل قسم فيهم اهمية هي الادوية اللي انا ايه حكتبها ايه فهذه القسمين تانيين مهمة اوي ان احنا لازم نشيل الحمل اللي موجود زايد على المفصل يعني لازم المريد يقلل وزنه لازم يقفش فترات طويلة يبعد عن الاوضاع اللي فيها ضغط جامد على العصر ما يقضش مربع ما يستخدمش السل المثير يقلل استهلاك المفصل والحاجة التالتة ان انت تقوي المفصل تقوي العضلات المحيطة بيه يعني تقوي الانسجة اللي موجودة حوالين ده بالعلاج الطبيعي بالعلاج الطبيعي بالتمرين الرياضية بالمشي ترجمة نانسي قنقر